بص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بودفليقة مع أمينة نذير مساء الخير أهلا خالد مساء الخير مشاهدين تحية لكم يقول السيد الرئيس في مطلع رسالته مخاطبة أيتها السيدات الفضليات يهسادة اللفاظ لأنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي باليوم الوطني للطالب الذي اتخذته الجزائر سنة أو سنة دأبنا عليها تخليدا لذكرة مجيدة لمحطة أضافت إضافة حاسمة لسابقتها من محطات كفاحنا من أجل التخلص من نير الاستعمار البغيض اليوم هذا يقول السيد الرئيس ترفع فيه الأمة الجزائرية دلائل العرفان إلى أولئك الطلب الجامعيين والثانويين الذين تعطشهم للعلم والتعلم أبت عليهم نخوتهم الوطنية إلا أن يؤثروا عزة الجزائر وحريتها ويقدموا في التاسع عشر مايو من سنة ست وخمسين على مقاطعة الدراسة فغادروا مدرجات الجامعة وأقسام الثانويات وانتشروا في ربع الوطن مجاهدين في صفوف الثورة لتخلص الأمة مما كانت فيهم من قهر الاستعمار إنهم يقول السيد الرئيس إنهم استبدلوا قاعات الدرس بكهوف الجبال ومغاراتها والأقلام بالبنادق والرشاشات وهبوا مستجيبين لنداء الواجب الوطني وخارجين بلا رجعة عن عهد أقسموا ألا يستمر وألا يمعن في تسليطه القهر والظلم والتعذيب والاستغلال على شعبهم فكانت هبتهم يذكر السيد الرئيس كانت هبتهم محطة تحول فارقة في مسار الثورة بما أمدوها به من كفاءة علمية ومعرفية وما أبلوه من كفاح واستبسال في ساحة الوغا والنزال وما صالوا وجالوا به على جبهات الدبلوماسية والسياسة والإعلام والثقافة لقد كان ذلك متوثب الثوري الذي صدر من الطلب الجزائريين يقول رئيس الجمهورية بلا تردد ولا اكتراث لعواقبه على مصالحهم الفردية خير تجسيد لمستوى وعيهم الوطني ونضجهم السياسي وقناعتهم العميقة بقيم الإباء والشرف إنهم هبوا إلى صفوف جيش التحرير الوطني وانضموا إلى الكفاح المسلح في المدن والأرياف وضحوا بدراستهم ومن ثم بطموحاتهم وآمالهم الشخصية لأنهم يقول السيد الرئيس كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنه لا وجود لحياة العزة والكرامة في ظل الخضوع والعبودية ولا للشعور بالانتماء لوطن من غير أداء ما يقتضيها هذا الوطن من واجب استرجاع حريته وسيادته كلف ذلك ما كلف من التضحيات يذكر رئيس الجمهورية ويضيف مخاطبا وبهذه المناسبة نقف وقفة ترحم بخشوع وإجلال على أرواح أبناء وبنات الجزائر من الطلبة والمتمدرسين الذين سقطوا شهداء في ميدان الشرف أو تحت تعذيب المستعمر الغاشم لكي تحيى الجزائر ولكي يعيش شعبها في كنف الحرية والاستقلال أيتها السيدات الفضيات أيها سادة الأفاضل يخاطب رئيس الجمهورية إن الاحتفال بذكرى وثبة التاسع عشر مايو كيوم وطني للطالب اتخذناه إجلالا وتعظيما لأرواح أولئك الفتية الخالدين ومصدرا للفخر والإلهام لأجيال الحالية والآتية ليساهم في تعزيز حب الوطن والحرس دوما على وحدته وسيادته إن الطلاب اليوم مثل طلاب الأمس يعرفون كيف ينهلون من تلك القيم التي آمن بها أسلافهم وكيف يجسدون الآمال المعقودة عليهم ويصنعون حاضرا ومستقبلا يسودهم الرفاه والاستقرار إنهم يعرفون يقول السيد الرئيس أن الحفاظ على الجزائر فرض عين عليهم وأن لا سبيل إليه من دون اكتساب المعرفة والتفان في تفعيلها في الميدان حتى يكون للجزائر نصيبها من منافع العلوم والمعارف العصرية والمكانة اللائقة بها في محفل الدول ومن ثم يتم تحقيق حلم الشهداء وما نصى عليه بيان أول نوفمبر أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل يقول السيد الرئيس يحق للجزائر في مثلي هذا اليوم المشهود أن تقف لحظة للتمعن في مسيرتها في مجال نشر العلم والمعرفة منذ استرجاع السيادة الوطنية فمن أقل من خمسمائة طالب في سنة ألف وتسعمائة واثنتين وستين وصلت بلادنا اليوم والحمد لله إلى ما يقارب مليوني طالب وطالبة عبر جامعات ومراكز جامعية ومدارس عليا منتشرة في سائر ولايات البلاد كما أنه بعد أقل من عشرة أساتذ جامعيين غادات الاستقلال يذكر السيد الرئيس باتت الجزائر تملك اليوم ما يقارب مائة ألف أستاذ ومساعد يؤطرون مرافقين الجامعة بشتى أشكالها بالموازات مع ذلك تسهر الجزائر على ضمان الخدمات الجامعية لفائدة أغلبيات طلبتها وطلبها كما تسهر في الوقت نفسه على رصد ملاهر الدنارات سنويا لتمويل البحث العلمي على المستوى الجامعي من خلال هذا التقييم الوجيز يقول السيد الرئيس نحي ما قدمته أجيال ثم أجيال من خريجية الجامعة الجزائرية عبر العقود الماضية من مساهمات نوعية في بناء الاقتصاد الوطني وتأطير الدولة الجزائرية المعاصرة والمساهمة في بناء جيش وطني شعبي حديث المناهج والقدرات ووفي قلبا وروحا إلى جيش التحرير الوطني نعم نعم يقول السيد الرئيس لإن كانت الجزائر لإن كانت قد عرفت قفزة نوعية في بنائها وتنميتها بفضل سواعد أبنائها وبناتها كافة يجب أن نعترف كذلك بالدور المتميز للطليعة المثقفة المتخرجة من مدرجات الجامعة الجزائرية أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل يخاطبوه السيد الرئيس إن الوقفات التاريخية تستوجب جميعا التمعنا في مثل الأسلاف وتوجيه رسائل إلى الأجيال الصاعدة ومن ثم أريد يقول السيد الرئيس أريد في هذه الوقفة بمناسبة يوم الطالب أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة بلادنا فأولى هذه الرسائل هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم للاكتساب العلمي والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم فالمدرسة والجامعة ليستا فضاءا للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات ولا للمنافسة السياسية يؤكد رئيس الجمهورية ويضيف فعلى الجميع أن يحترم حرمة الجامعة وخاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة وعلى أبنائنا وبناتنا الطلب من مختلف فئات الشعب أن يحمدوا الله اليوم على ما تمكنت الجزائر من توفيره لهم في ظروف صعبة وأن يساهموا من خلال تفانيهم في تحضير ظروف أحسن للدفعات اللاحقة من طلبة في جزائر تنجز المزيد من التقدم ذلكم أو ذلك هو تعاقب الأجيال في خدمة الوطن من أجيال التحرير إلى أجيال البناء أما رسالتي الثانية يقول سيد الرئيس رسالة ثانية لأبنائنا وبناتنا الطلبة فهي مناشدة إياهم أن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجية بلادنا في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر فهناك العديد من المجالات الاقتصادية من فلاحة وصناعة على سبيل المثال تبحث عن القدرات والمعارف في الوقت الذي نسجل فيه مع الأسف وجود البطالة في صفوف حامل شهادات جامعاتنا فلنوظف قدرات كل منظومة التكوينية يقول السيد الرئيس لكي نستفيد أو تستفيد الناشئة المتخرجة من الجامعة من فرص الرسكلة كما هو الحال في بقية دول العالم أما رسالتي الثالثة والأخيرة فأتوجه بها يقول السيد الرئيس إلى الساهرين على منظومتنا الجامعية فبقدر ما يحق لنا أن نفتخر بما بلغته الجامعة الجزائرية من تقدم نوعي ومن مساهمة فعالة من خريجيها في تقدم البلاد بقدر ما يجب علينا أن نسهر على جعل جامعتنا تواكب التطور السريع للعلوم في عالم اليوم فلنا من الهياكل ومن التأطير ما يجعل من أهدافنا المشروع إدخال المزيد من التكنولوجيات ومن ترقية فروع العلوم الدقيقة ومن تفتح على اللغات الأجنبية ومن تعاون مع جامعات أخرى من العالم لكي نضمن للجامعة الجزائرية مكانتها في هذا القرن الجديد صحيح يقول السيد الرئيس أن بعض الأصوات المتشائمة والهدامة ترتفع من حين إلى آخر بانتقاد للجامعة الجزائرية ونتاجها البشري انتقادا عابثا أحسن رد عليه هو المكاية المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعتنا في دول عربية عندما اختاروا خيار الهجرة أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل يخاطب رئيس الجمهورية إنني على يقين من أن أجيال اليوم هي امتداد طبيعي لأجيال الأمس وأن الذين قدموا أرواحهم فداء لاستقلال الجزائر ومهرا لحريتها وسؤددها تاركين مقاعد الدراسة لهم اليوم أمثال يعدون بالآلاف والآلاف في عهد الجزائر المستقلة إن قناعة يقول رئيس الجمهورية هذه تستلهم من دليل ملموس تستلهم من دليل ملموس قدمته الشبيبة الجزائرية والجامعة منها خلال المأساة الوطنية من تضحيات جسيمة بغية بقاء الجزائر شامخة مستقلة وموحدة من جديد بفضل المصالحة الوطنية وفي هذه اللحظة أهيبوا بطالباتنا يقول رئيس الجمهورية وطلابنا أن يستلهموا من هؤلاء الأسلاف والأمجاد الأبطال ليتجندوا بدورهم من أجل اكتساب العلم ومن المساهمة في استمرار بناء جزائر العزة والكرامة يختم والسيد الرئيس رسالته بمناسبة يوم الطالب كل عام وطلبة بنات المجد وبنات الجزائر بألف خير شكرا لكم مشاهدين عودة إليك